اهلا بكم هذه الهجمات الالهابية قبلت بادانات شديدة دوليا وعربيا مصر ايضا ادانت هذه الهجمات التي تعرض الاستقرار في العراق الى الانتهاك الشديد خاصة انه بعد اجراء الانتخابات العراقية كانت هناك حالة من عدم الاستقرار وطبعا وطعون والاعتراضات من جانب قوى سياسية لكن في النهاية المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اعلنت النتائج النهائية للانتخابات العامة ويفترض ان تبدأ جهود تشكيل الحكومة في الفترة القادمة نتحدث عن المرحلة التي تمر بها العراق وما هي مقبلة عليها ايضا في ظل الاعلان عن نتائج الانتخابات العراقية مع ضيفنا في هذه الحلقة من المشهد الاستاذ محمد الانور نائب رئيس تحرير الاهرام والكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية اسمح لنا في البداية ان نخرج نتعرف مع مشاهدين على ملبسات المشهد العراقي ونعود بعده لنبدأ النقاش في اطار حفظ الامن والاستقرار في البلاد اكد رئيس العراقي برهم صالح ان مواجهة عناصر تنظيم داعش الارهابي هي مهمة بلاده الحالية الرئيس العراقي اكد ان هجمات داعش على حواجز البشمرجة في قضاء مخمور مهمة ملحة مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين الجيش العراقي والبشمرجة للقضاء على الارهابيين وتوفير الامن بالمنطقة معربا عن تعازيه لاهالي الضحايا وشنت عناصر من تنظيم داعش الارهابي الخميس الماضي هجوما على قرى باربيل ما اصفر عن سقوط عدد من المدنيين العزل وعدد اخر من قوات البشمرجة بين قاتل وجريح من جانبها اكدت قيادة العمليات المشاركة العراقية ان هجمات داعش محاولات كذبة لاثبات وجودها مشيرة الى ان تنسيق مستمر بين الجيش العراقي والبشمرجة في ديالا وكاركوك ونينوا من جهته اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القازمي ان هذا الهجوم الارهابي على احدى قرى اربيل الغادر لن يمر دون القصاص العادل من الارهابيين الذين اقدموا على هذا العمل الجبان في غضون ذلك قدمت بعثة الامم المتحدة في العراقي يونامي خالص التعازي الى الشعب العراقي في ضحايا الهجوم الارهابي على قضاء مخمور في محافظة اربيل الواقع شمال البلاد يشار الى ان مخمور منطقة جبلية على بعد سبعين كيلو متر جنوب شرق الموصل وستين كيلو متر جنوب غربيل عاصمة الكردية اربيل اعلم بكم مرة اخرى نرحب بك سيد محمد مرة اخرى داعش يعود هجماته بشكل مكثف في العراق لماذا الان وما علاقة ذلك بالمشهد الانتخاب العراقي بداية لابد ان اعني الدكتور هاني رسران الخبير الشؤون الافريقية ومستشار مركز الاهرام لدراسات سياسية الذي كان قام وقيمة ولقي وجه ربه اليوم فاسأل الله له الرحمة ولزويه ومحبيه الصبر والسلوى يعني طبعا رحمه الله فقدته الاوساط الصحفية طبعا رحمه الله وننعي الفقيد بالنسبة لمسألة التزايد الهجمات الارهابية في الاونة الاخيرة اولا لابد نظر الى المسألة في اطار كلي السحة العراقية تحديدا لا توجد هيكل امنية موحدة اذا تنول الملف الامن تحديدا لا يوجد هيكل امن واحد هناك هيكل امنية متمثلة في القوات المسلحة العراقية واجهزة الشرطة اضافة الى الميليشيات والحجد الشعبي والبشمرق وغيرها غياب هذا التنسيق فضلا عن الخلافات المتراكمة بين هذه الهيكل وحول مشروعيتها وقانونيتها هو الذي يسمح بوجود اي عناصر ليس داعش فقط ولكن اي عناصر تخترق وتقوم بعمليات سواء كانت عمليات جنائية بهدف جنائية او عمليات بهدف تحقيق مكاسب سياسية وظهر الوضع الشامل في العراق لانه في حالة اهتراء تام هذا ايضا انعكاس لحالة الترد السياسي بين الفرقاء السياسيين وعدم وجود رؤية مشتركة وهو الامر الذي لا انتقل ليس لمسألة طائفية ولكن انتقل داخل البيوتات الواحدة في العرب تحديدا البيت الشيعي البيت الكورجي البيت السني بمعنى اوضح ان الاختلالات هذه الاختلالات ليست وليدة اليوم وليست وليدة مرحلة الانتخابات الحالية ولكنها وليدة عقود طويلة ولم يتم معالجتها بأسس سليمة لان كل طرف سياسي عندما يتولى السلطة لا ينظر الى النظرة العامة للدولة العراقية والمؤسسات العراقية ولكن هناك نظرة طائفية ضوقة لا نقول طائفية لا تعالج الخلل والاختلالات الهيكلية في مؤسسات وبنية الدولة العراقية وهو الامر الذي يعني كثيرا ومرارا ما حزرت منه القيادة السياسية المصرية بان الدولة الوطنية والمؤسسات الوطنية هي اساس للاستقرار ليس داخل الدولة ونفسها ولكن أصلت للاستقرار الداخلي والإقليمي أيضا صحيح حالك بتقول أنه ما يحدث الآن وليس وليد اللحظة لكنه نتاج لتراكمات من الخلافات بين التكتلات الرئيسية في الساحة السياسية العراقية والدليل هذلك أن معظم القوى السياسية العراقية المتوجدة على الساحة حاليا لديها أزرع ومؤسسات عسكرية ولا تريد الانضمام إلى أطر الشرعية والمشروعية بدمجها في مؤسسات الدولة العراقية وهو الخلاف الذي تمثل حاليا في مرحلة ما بعد الانتخابات حاليا الخلاف ليس على توزيع مقاعد ولكن الخلاف خوفا على فقدان هذه المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضا لأن هذه القوى السياسية خلافا لما هو معلن وما هو مطلوب وما وقعت عليه القوى السياسية أن لا يكون لديها أزرع عسكرية هي لديها أزرع عسكرية وفاعلة وتقوم بهجمات هنا وهنا صحيح هذا كان موضع سؤالي أنه كانت هناك محاولة من رئيس الوزراء مصطفى القادمي بأنه يتم توحيد السلاح في يد الجيش العراقي وأنه هذه الفوضى من السلاح لابد أن تنتهي لكن هذه القوى الموجودة لم تعطيه الفرصة لإتمام ذلك بل وتعرض في عقب الانتخابات لمحاولة اغتيال إذن هل يراد للعراق أن تبقى هكذا بوجود جهات مسلحة ودولة داخل الدولة هناك إرادة سياسية أو تدخلات خارجية من مصطحتها بالدرجة الأولى هو بقاء الوضع على ما هو عليه في العراق ليس بقاء الوضع على ما هو عليه بل سيادة السياسة يعني أو تحديد النهج ما يسمى بتصدير النموذج الإيراني إلى دول المنطقة وهذا الأمر واضح في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من الدول التي نجحت إيران في التوغل والسيطرة عليها وليس سيطرة وليدة فراغ ولكنها وليدة تخطيط وعقود طويلة من التخطيط والتمويل أصمرت وحققت مكاسب عليا للدولة الإيرانية سواء في لبنان أو في غيرها من الدول النموذج المشوه للدولة الضافية الدولة التي لا تغرق ولا تطفو وتدور حسب مصالح وأهواء شخصية تحقق مصالح إقليمية وتتحقق أيضا ضغوضات لأن العراق إذا تورد أو إذا دخل في مواجهة أو تسللت منه عناصر إرهابية من هذا الطرف أو ذلك إلى دول الجوار العربي تحديدا فإن العراق دولة يحمل المسؤولية ولكن الفاعلين والمؤسرين هم يقبعون في طهراء المسألة كما سبق وأن أكدت العديد من الاجتماعات والمنتديات وآخرها المنتدى الذي نظم في بغداد وحضره الرئيس الفرنسي والرئيس عفتاح السيسي كان الهدف منه هو إقامة وتشجيع مؤسسات الدولة العراقية على أن تكون دولة بالمعنى المعنى الوطني للدولة الدولة الوطنية تشمل جميع المواطنين بجميع الأطياف العرقية والسياسية والإسطنية والمذهبية وغيرها على حال الكثير من الدول ولكن يبدو أن هذا التوجه الذي كان بتشجيع ومباركة من الكثير من الأطراف العالمية سواء فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية وشجعوا رئيس الوزراء مصطفى الكنظمي على هذا الاتقاه هذا الاتقاه يبدو أنه لا يرق لأحد والدليل على ذلك الانتكاسة الحالية العملية برمتها لا ترجع إلى قصور وتقصير من أبناء الشعب العراقي سواء من كافة الأطراف والضياف ولكنها تعود بالدرجة الأولى إلى النخب ما يسمى بالنخب السياسية وكلها للأسف نخب مستوردة تنظر قبل أن تنظر إلى القرار لمصالح خارجية لمصالح أخرى والدليل على ذلك أن الخلاف الحالي حاليا بين الكتل السياسية والفائزين في الانتخابات هو خلاف شيعي شيعي كردي كردي والجميع من خلال المتابعات والجميع ينتظر الآن مسألة مصادقة المحكمة العلية العراقية المخوضية العلية للانتخابات العراقية أعلنت نتائج الانتخابات وهي نتائج إلى حد ما حققت يعني باعتراف الجميع أن الانتخابات كانت نزيهة وكان هناك الشفافية ولكن مع بعض الشكاوى من قبل بعض الأطراف التي تشعر بالغبل في نتائج الانتخابات الجميع الآن يؤجل مواقفه سواء السياسية أو تحركاته على الأرض لمرحلة ما بعد تصديق المحكمة العلية الاتحادية العراقية على نتائج هذه الانتخابات في اعتقادي أن الأمر سواء بالنسبة لهجمات داعش أو حالة الانفلات الأمني ستفاقم في حالة عدم موجود رضاء من قبل أطراف طرى أنها أكثر كفاءة وأكثر أحقية بالانتخابات بتولي السلطة لأن السلطة في العراق وهو كلام هشير زيباري وهو رئيس الوفد الكردي المفاوض السلطة في العراق ينظر إليها أنها مغنم وليست مغرم الجميع ينظر إلى هذا الأمر على أن من يحكم العراق يستولي على صرواته بدون النظر إلى مسألة المصالح العليا للشعب العراقي سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الوسطة طيب يعني لو فرضنا أن المحكمة حكمت بالنتائج التي خرجت عن العد الإلكتروني والفرز اليدوي أيضا وتم الإعلان عن النتائج مثلما أعلنت على مفاوضية الانتخابات كيف ستكون مؤثرة في توزيع السلطة كما كان في السنوات الماضية ما هو الفارق الذي ستحدثه في هذا المجال أنا في اعتقادي أن هذه الانتخابات بالرغم أنها كانت أقل الانتخابات نسبة في التصويت من قبل العراقيين حوالي 41% من عدد من لهم حق التصويت وهم أكثر من 20 مليون في اعتقادي أن هذه النتائج يعني رغم كل شيء لا تعفس الواقع العراقي ولكن بالدرجة الأولى كشفت أن هناك حالة من بعض النطق السياسي لدى الأطراف السياسية وتحديدا مسألة التيار الصدري الذي فاز بأكبر عدد مقاعد التيار الصدري مصر على أن تكون هناك حكومة أغلبية وطنية وليست حكومة توافق وطني لأن كل الحكومات السابقة كانت حكومات توافقية ولم يكن هناك معارضة وهو الذي دفع بالكثير من الأطراف السياسية الأخرى إلى التلويح بأن اعتماد نتائج الانتخابات سيحدث فتنة وسيهدد السلم الأهلي والتلويح بإمكانية الدخول في صدام مسلح ولو أن الصدام المسلح والعنف لم يغيب عن الساحة المشهد السياسي العراقي بالأمس كانت هناك مظاهرات أمام المنطقة الخضراء وهناك أيضا عمليات اجتهدفات بالاختيالات وبغيرها بالتهديدات لكن هي يمكن أن تكون أكثر وأكبر وحدث هذا في فترات بالعراق هل ترى أن العراق مقبل على مرحلة أخرى من عدم الاستقرار الشديد؟ صحيح العراق لم تستقر في الفترة الأخيرة لكن كان فيه ضروة ساعات بتصل إليها مرحلة عدم الاستقرار الأمن والعمليات الإرهابية إلى آخره فكيف يمكن أن يتم التحكم في ذلك؟ ولا هذا فوق قدرة الحكومة أو الإدارة العراقية؟ أنا في اعتقادي أن مسلسل الإختلالات السرطانية والدوائر المغلقة التي يمر فيها العراق وما زال ودفع سمنها كثيرا من سرواته ومن دماء أبنائه ومن كيانه كدولة ليس نتاج أولا الأسس التي قامت عليها العملية السياسية في العراق هي أسس مختلة أسس يعني لا ترجع إلى بناء دولة وطنية ولكنها تقسم على هذا الأساس وعلى هذا الأساس هناك الكثير من الأطراف التي من الممكن أن تكون لبنات لبناء العراق الجديد أو بالمعنى الأصح دولة المواطنة العراقية دون النظر إلى التمييزات في المذهب أو في العراق أو في الدين وهناك الكثير من الأفكار التي طرحت والإيماءات والإيمان أيضا بأنه لا سبيل ولا محل لإخراج العراق من هذه الدائرة إلا بدولة وطنية وهو ما عبر عنه الرئيس العراقي أكثر من مرة الرئيس برهم صالح ولكن هل تطبيق الأمر على أرض الواقع يتوافق مع مصالح خارجية مع رؤى الأطراف والأطياف التي حققك المليارات من خلال الفساد سواء في السلطة أو في تهريب النفط أو غيرها من العمليات هذا السؤال لا بد من إرادة حاكمة قوية يعني تضغط الجميع وتحكمهم وهذا لن يقوم يعني إلا إلا بتدخلات قوية يهمها بالدرجة الأولى مصلحة الأرقين وفي اعتقاد أن الأمر لا يعود إلى القادة السياسيين الأرقين الحاليين المتواجدين ولكن يعود إلى إلى الشارع الشارع عبر عن نفسه في انتفاضة في أكتوبر في غيرها ودفع كثير من الكواتير صحيح لكن هذا الشارع نفسه لم يقبل على الانتخابات التي كان من المفترض أن تغير شكل الساحة السياسية وتوزيع القوى السياسية لم يقبل حذيك نفسك قلت أنه 41% فقط من الكتلة الانتخابات هناك الكثير أيضا نحن لا نفقد العمل ولكن في خضم هذه الأحداث وهذه المواقف هناك أيضا لا نظلم ولكن هناك أطراف أيضا عراقية داخل القوى السياسية لديها رؤية ولديها قناعة بأنه الحل الطائفي والمذهبي والحل القائم على المحاصصات هو حل أودى بالعراق وسيردي العراق والعراقين نشير بذلك تحديدا إلى الكثير من الأطراف الكردية أيضا هناك التيار الصدري هذه القوى السياسية التي نراها حاليا مرت بمراحل ضويلة وصعبة ودموية للتصفيات والعمق والاقتتال الطائفي وهي الآن إذا ضرحت هذا الأمر تطراحه من قناعت أنه لا مفر أمام الجميع للمحافظة على كيان المجتمع والدولة العراقية إلا بوجود حكومة تعبر عن جميع العراقيين وتضع في في رأس عملها المصلحة العراقيين من الشمال إلى الجنوب إلى الغرب إلى الشرق ومن يقول بخلاف ذلك هم من تكسبوا ولذلك نجد الآن خلافا بين التيار الصدري وبين الكثير من الفصال الشيعية في إذا رجعنا بالتاريخ عشر سنوات أو أكثر نجد أن هؤلاء كانوا في خندق واحد وكانوا متوردين وغيرها من الأمور للأسف التي يعني يعني دفع الجميع سمنا لها القناعة التي يجب أن تسيطر والتي وصل إلىها الجميع أنه لا مستقبل ولا أمان ولا أي شيء يتحقق على مستوى المجتمع والدولة العراقية إلا ببناء دولة وفق أسس الدولة وليس وفق أسس نموذج الإيراني أو نموذج الدولة أو نموذج الصورة وخلا من خلال أولا بداية تشكيل إعادة تشكيل وإعادة بناء الدولة أو مؤسسات الدولة العراقية على أسس وطنية وأولها المؤسسة الأمنية هناك الكثير بين الاختيالات وعمليات القتل وعمليات قتل متطورة ومحاولات اختيال متطورة وأخيرها ما تعرض له رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظم وأيضا الميليشيات والأطراف التي اخترقت الهياكل الأمنية متورطة حتى في إخفاء أدلة تورض هذه الجهة وتلك والدليل على ذلك أن رئيس جهاز مكافعة المتفجرات هو من قام بإخفاء هذه الأدلة وتمت ولكن الأمر بالدرجة الأولى يعود إلى بناء مؤسسات على أسس وطنية على عناصر جيدة عناصر تراعي المصطح الوطنية العناصر ليس لها ولا إلا للدولة العراقية وهي الخضيئة والخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية عندما دخلت العراق بحل جيش العراقية والمؤسسات الأمنية وترك الأمور لجهات أخرى لتشكيل ودمج الموليشيات وخلافهم طيب التيار الصدري أو الكتلة الصدرية التي جاءت في المرتبة الأولى طبعا نتيجة عمليات الفارز اليدوي والإلكتروني ب73 مقعد من إجبالي 329 مقعد برلماني لماذا الكتلة الصدرية ما الذي يميزه عن باقي الكتلة الأشيائية أولا يعني مسألة الشق الضائفي والمذهبي في التصنيف في التصنيف نحن ضده نحن ننظر للجميع لأنهم في النهاية وفي المحصلة وفي الواقع هم عراقيون صحيح لكننا نتحدث عن الواقع 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 أن التائر الصدري هو يمسل المرجعية العربية في العراق هي مرجعية الشهيد محمد صادق الصدر ومحمد باقل الصدر وهذه المرجعية لها تاريخ طويل وحافل في المواقف بالنسبة لعروبة ووحدة العراق جميعا والشهيد الأول كما يقولون له الكثير من المواقف وهي الأقرب من ناحية الفكر والولاء والانتماء والنظرة الواقعية لأن التشيع الدول العربية ليست دول ضد التشيع التشيع الطبيعي التشيع إذا نظرنا من ناحية الفقهية والفكرية والفلسفية فإننا جميعا نشيها بمعنى أفضح الجميع يحب آل البيت ورسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن هناك تشيع بولاءات سيائسية وفي اعتقادي أن التيار الصدري تحديدا والسيد مقتدر الصدر دفع فاتورة باهزة من خلال في مرحلة ما بعد عودته من النجف وهناك الكثير من الصراعات وهو شخصيا أضير منها على المستوى الأسري ونذكر الجميع باغتيال السيد رياض بن نوري وهو كان رئيسا للمكتب السياسي للتيار الصدري وتم اغتياله في النجف وهو صهر السيد السيد مقتدر الصدر بمعنى أوضح رغم القواسم المشتركة من الناحية الفكرية في الأسس المعرفية والعلمية للفقه الشيعي وتلقي السيد مقتدر الصدر للكثير من الدروس في إيران وإقامته في إيران إلا أنه لديه قناعة بأن المرجعية هي مرجعية النجف وليست مرجعية قوم فضلا عن ذلك أيضا الواقع الواقع السياسي والواقع المجتمعي يريد الخلاص يريد الخلاص من كافة مظاهر العنف الطائفي والمذهبي والإسني الذي دفع الجميع سمنا له ومن هذا المنطلق كانت العديد من المبادرات التي هي السيد مقتدر الصدر وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة صحيح ويتذكر الجميع أنه في فترة من الفترات التيار الصدري دخل في مواجهة مع حكومة نوري المالكي الأولى وكانت هناك عمليات ضد التيار الصدري واشتباكات وغيرها الآن التيار الصدري وهو طرح مسألة حصر السلاح بيد الدولة وبدأ بنفسه بمعنى أوضح أنه يضع الآخرين الذين كانوا محسوبين قديم على التيار الصدري وضعوا في مؤزق كانوا محسوبين على التيار الصدري ولكنهم انشقوا عنه وبدأوا في ممارسات أخرى وضعهم أمام خيار وحيد وواحد وهو أنه لا لغة إلا لغة السياسة بعيدا عن لغة السلاح والاغتيالات والجميع يعني تابع خلال الفترة الماضية سواء في البصرة أو في المقرات الأوسط أو في بغداد أو في غيرها مواقف التيار الصدري والسيد الصدري من عملية الاغتيال التي تقوم بها جهة معروفة لصالح جهة معروفة ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين في البصرة وفي غيرها من المدن العراقية وكان له موقف مدين لهذه العمليات وضدها من ورد أو تورد في بعض أعمال العنف تم إعلان أسمعهم في قوائم يعني كل هذا عطا مصدقية لدى الشعب العراقي طيب كيف إذا شكلت الكتلة الصدرية الحكومة بعد المصدقة على نتائج الانتخابات من جنب المحكمة العراقية كيف سيتمكن أو تتمكن الكتلة الصدرية بقائدة مقتدى الصدر من فرض هذه الحالة من الوطنية والانتماء للعراق وليس لقوى إقليمية أخرى هل بإمكانه ذلك؟ وهو يعني أخر موقف السيد الصدر قال أو أعلن أنها لا شرقية ولا غربية يقصد الحكومة العراقية بشرقية بالنسبة لإيران ولا غربية بالنسبة للولايات المتحدة هذا كلام نظري ولكن على أرض الواقع علينا أن نرى الشق الآخر من الخريطة فهم لديهم أدوات مالية وعسكرية وإقتصادية ولديهم أسليب عنيفة مجربة ضد الجميع الآن في قديما قبل أكثر من عشر سنوات كان العنف يمارس على أساس ضائفي أن هذا شيعي وهذا سني وهذا عربي وهذا كردي الآن الأمور باتت واضحة وسبق وأن ذكرناه وأكدناه مرارا أن الصراع في العراق ليس صراع مذهبي أو ضائفي ولكن صراع على مصالح وعلى مكاسب سياسية لأطراف داخلية لديها امتدادات خارجية زورة وغرسة داخل العراق لتحقيق مكاسب لهذه الدولة أو تلك في اعتقادي أن سيد الصدر إذا تم التحالف مع أطراف أخرى سواء في من العرب السنة أو من التحالف الكردستاني من الممكن أن يشكل حكومة ما يرى هو أنها حكومة أغلبية وطنية وليس حكومة توافق هو ينظر إلى الأغلبية من ناحية أن من يقبل بنزع السلاح وتسليم السلاح لدى الدولة لتكون هي المسيطرة وهو دمجه في الحشد الشعبي في مرحلة تسبق دمج الحشد الشعبي أيضا في مؤسسة الدولة وهو أمر ليس بالسهل ولكنه صعب ولكن من الممكن تحقيقه إذا نجحت تيار الصدري ونجحت القوى المتحالفة معه سواء الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي وغيرها من الرطياف الأخرى التي تؤمن بأن العراق يجب أن يخرج من الممكن ستفرض إرادة بعد حل الكثير من المسائل الخلافية لأن هذا الطرف لديه مسائل خلافية تتعلق أتم الاتفاق عليها دستوريا ونأقصد تحديدا الكرد الكرد الذين الآن هم يعني يقال ويعلن أن داعش قامت بعمليات في مخمور وفي غيرها وهي المناطق التي كان يسمى أو كانت تذكر أنها مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد إذا تم التوافق على رؤية معينة لننسى مسألة هذه المناطق المتنازع عليها والنوجة آلية وصيغة للتعاون على الأرض من منطلق دولة المواطنة وليست الدولة الكردية كما قال تقريركم لأن الجميع يعرف أن مسألة الدولة الكردية يعني مسألة تفتت العراق لا تفتت العراق فقط لا تسمح فيها الأطراف الإقليمية الأخرى سواء إيران أو تركيا أو غيرها من الدول والأكراد يعني أنا قلتها وأعيد تكرارها أن الأكراد من الممكن أن يكونوا هم المؤسس ببناء العراق الجديد في المرحلة المقبلة من خلاف تحالفهم هم كانوا يعني في الفترة السابقة في الحكومة السابقة هم كانوا رمانة الميزان إذا مالوا مع هذا الطرف فهو الذي يشكل الحكومة وإذا مالوا مع ذلك الطرف فهو يخرج ولكن للأسف يعني بكل أسف لم يتم توظيف هذا الأمر لتحقيق مصلحها عليا للعراق بكل أسف ولكن الأمر يعني وهو ما طرحه الرئيس برهم صالح كما سبق وأن ذكرت الأمر الآن اتضح أنا في اعتقادي أن القوى الحقيقية الفاعلة والمؤسرة التي من الممكن أن تضع أسس لبناء دولة عراقية جديدة وحديثة على أسس المواطنة هي تقوم على المكونة أو العنصر الكردي بالدرجة الأولى وغيرهم من الأطياف الأخرى التي تؤمن بضرورة وجود دولة دولة لا شرقية ولا غربية دولة عراقية وطنية دولة تكون جسرا للتعاون والترابط دون أي تدخل من أطراف الأخرى حول هذه النقطة لأن مصطفى الكاظمي كان حقق نجاحات في هذا المجال يعني الاتفاقيات التعاون والشراكة التي تضم مصر والعراق والأردن اتفاقية دول الجوار الأخرى التي عقدها في العاصمة بغداد هذا التوجه يحتاج إلى من يكمله وإلى من يؤمن بضرورة عودة العراق إلى الحضنة العربية وأن لا تكون يعني تماما إيران هي المتحكمة فيها فهل نتأمل ذلك من الحكومة القادمة أو في الفترة القادمة أولا مسألة يعني مسألة عودة العراق إلى الحاضنة العربية العراق دولة هي دولة يعني من الدول العربية التليدة ثقافة وفكرة صحيح صحيح نحن نتحدث عن قيمة العراق ولكن هي لفترة انشغلت بأمورها وكان هذا حقها طبعا بناء عن أجندات خارجية أريد بها فصل العراق يعني من كافة النواحي والسيطرة عليه بل وتشويه كل ما يرتبط بالعروبة والعرب ويعني إضافة العربية والعروبة كمرادف للإرهاب وهي مرحلة للأسف كانت خلال بداية الصراع الطائفي في العراق بإقران العروبة بأن هذا عربي وهذه هي مصدر للإرهاب في حين أن 90% من العمليات ومن التسليح ومن التدريب كانت تتم في إيران التوجه هو التوجه ليس اختياري لا أحد يستطيع أن ينزع العراق من المحيط العربي فكرة أنه يكون هناك تعاون أن يتم استغلال العراق قوة بشرية واقتصادية وجيوستراتيجية مهمة العالم العربي كان يعني مجغولا بمشكلاته الداخلية مرحلة من عدم الاستقرار مرت بها كل الدول العربي حينما شهدنا هذه الرغبة العراقية هذه اليقظة العراقية الكل تفائل أن هذا الركن العربي الهام يعود إلى دور وإلى محور العربي تفضل نعم لكن هناك الكثير من الأطراف والأطياف الداخلية والخارجية أيضا التي كانت تعارض وضد هذا التوجه لأنها لا تريد لأنها تدرك جيدا أنه إذا تضاء لنفوذ إيران وتوغولها وتوحوشها في المنطقة هذه الأطراف والأطياف والأشخاص لن يكون لهم موجود داخل العراق هم الآن عندما يعارضوا هذا التوجه بأي أسليب سواء كانت أسليب عسكرية أو خلافه وهم ليس لديهم إلا العمل العسكري والاختيالات وهو مجرد هم يدافعون عما يرونه أنهم مصالحة ذاتية ولكن مصلحة العراق العليا كما سبق وانذكرنا إذا حدث تحالف وطني يعني مسألة أجلبية وطنية مع هذا التوجه فإنها ستعاني في البداية ولكنها إذا قدمت جزء بسيط من التضحيات وأعتقد أن بلدهم ووطنهم يستحق هذا الرام ستنجح في النهاية في كشف الأمر للشارع والشارع عندما يلمس التغير يلمس ويحس بالتغير على مستوى المعيشة وعلى مستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمر وعلى مستوى الجدية في معاقبة كل فاسد وكل من ارتكب جرائم ضد العراقين أي أن كانوا بالضرورة سيدعم هذه الحكومة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد جمع الكاتب الصحفي أستاذ أحمد دائما الطريق إلى التغيير أو تصحيح المصار يكون صعبا وله أثمان بعد مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على نتائج الانتخابات كيف ستتمكن العراق من تطبيق هذه النتائج لأن هناك الكتل السياسية الكثيرة المعترضة على هذه النتائج وترفض أن ترى النور نعم يعني بعد التحية لحضرتك وليفك الكريم بالتأكيد الصراع السياسي وتحديدا الصراع الشيعي الشيعي على أشده خلال الأسبوع الماضية حق بإعلام مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق للنتائج بتصدر الطيار الصدري لهذه النتائج يعني رفضت طيارات أخرى وكتل تحديدا كتل شيعية كانت تعول على الحصول على أصوات أكبر ومقاعد أكبر في البرلمان العراقي لا يكون لها الحصة الأكبر أو يكون لها مصيب الأسد في تشكيل الحكومة العراقية بإسناد تشكيل الحكومة لشخصية موالية لهذه الكتلة أو التنس لكن حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق للأسد أخرت هذا الأمر فضلا عن تفشي الفساد حالة الركود لا يتوجد تنمية في العراق كل هذه الأسباب وكل هذه العوامل يعني دفعت إلى تأخير تشكيل هذه الحكومة وعدم توافق الطيارات والكتل السياسية وإن كان اللقاء الأخير ما بين السيد مقتدى الصدر وأبرز قادة الكتل السياسية الشعية التي تحصلت على أرقام كبيرة خلال الانتقابات الأخيرة تعد مؤشرة إيجابيا على إمكانية تشكيل حكومة عراقية خلال السبع المقبلة والاتفاق على شخصية بعينها يعني تتولى رئاسة هذه الحكومة في ظل بعض التقارير غير المؤكدة التي ترددت على أن السيد مقتدى الصدر يعني يفكر في تولي سيد رئاسة الحكومة سيد مقتدى الصدر حصل على 73 مقعد السيار الصدري وهو المهيمن على البرلمان أو على الحكومة المقبلة وبالتالي سيكون التوافق مع هذه الكتلة كتلة الصدريين هي الأهم خلال الفترة المقبلة وتتطلع كتلة السياسية العراقية ومنها كتلة دولة القانون على سبيل المثال برئاسة نوري المالكي تتطلع هذه الكتلة إلى أن يتم إثنات تشكيلة الحكومية المستقبلية إلى السيد نوري المالكي نفسه أو إلى شخصية مؤيدة من كتلة دولة القانون لكن هذه التفاهمات حتى الآن لم تفضي إلى أي جديد وبالمناسبة حالة عدم الاستقرار السياسي بالعراق تؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني وعودة خلايا صغيرة من تنظيم داعش لإرهاب الاستهدام تمركزات أمنية للقوات العراقية حوالي 6000 إرهابي ومسلح وفق تقرير نشاراته البنتاجون والإخبارات العراقية يتواجدون في العراق وسوريا ويمكن أن يؤدوا إلى حالة عدم الاستقرار وتجمع هذه الخلايا الصغيرة مجددا لتشكل كيان جديد هل هذه رسالة تحذير بأن ما يجري أو نتائج الانتخابات أو إذا تغيرت الأمور وتوزيع القوى السياسية عما كان معتادا هذا انضار أو تلويح بالفوضى وعدم الاستقرار وعودة العمليات الإرهابية المكثفة مرة أخرى للأسف هذا وارد وفق تقرير صادر عن منظمات قد بعد الاتحاد الأوروبي زادت العمليات الإرهابية بمعاتل 20 عملية شهريا كانت العمليات عندما كانت توجد قوات التحالف عملية أسبوعين عملية إرهابية لكن قد انسحاف قوات التحالف الدولي ضد داعش زادت العمليات انتشار الفساد داخل المؤسسات العراقية حالة عدم الاستقرار عدم وجود تنمية كل هذه عوامل وبيها مواتية لعودة التنظيمات الإرهابية التي تتلاعب بالمجتمعات وتلعب على المتناقضات تلعب على النهرة الطائفية وبالتالي من المهم أن يكون هناك حالة من الاستقرار السياسي داخل العراق أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة أو يتم الإثنات للسيد مصطفى القاضمي كانت هناك بعض التفاهمات تجري لإمكانية أن يتولى السيد القاضمي تشكيل الحكومة المقبلة خاصة أن الرجل يعمل بشكل كبير على حل المشكلات التي تواجهها العراق إنها جحة فيه لامتتاح بشكل كبير على الدول العربية عاد العراق إلى محيطه العربي تمكن من إبرام التحالف السلاسي ما بين مصر والعراق والبردن والذي كان له دور كبير في إخراج العراق من بوطقة الصراعات الإقليمية إلى الامتتاح على محيطه العربي وبالتالي الاستقرار السياسي مهم للغاية كي يتمكن العراق من تقويد انتشار الإرهابيين والعمل على بناء دولة جديدة منذ عام 2003 لم يتمكن العراق من تحقيق هذا الحلم نتمنى أن يتمكن العراقيون من إجاز هذا الأمر بتشكيل حكومة جديدة يكون مهمتها التنمية بعد أن قضية على الإرهاب بنسبة 97% خلال سنوات الماضية شكرا جزيلا أستاذ أحمد جمع الكاتب الصحفي على وجودك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة أستاذ محمد داعش يعني أول تنظيمات الإرهابية في العراق وفي غيرها من الدول هل الوجود الأمريكي ووجود قوى غربية ويعني الإعلان عن حملات تطهير العراق وسوريا من تنظيم داعش وكل هذا وتبقى داعش إذن يعني بالتأكيد وبالمنطقة فهذا معروفا أنه يراد لها أن تبقى لتحقيق أهداف معينة يراد لها أن تكون شماعة لتحقيق أهداف دول إقليمية معينة التنظيم ليس تنظيم بالصورة الأسطورية المتخيلة كما يرود له البعض التنظيم في حقق أهداف ضد مصالح الدول والفئات التي يقول أنه ينتمي إليها ودافع عنها إذا نظرنا إلى الخريطة السياسية في مرحلة الخريطة الواقعية والمجتمعية والأمنية والتنموية في مرحلة من قبل داعش في العراق تحديدا وإذا حصرنا عدد القتلى وعدد المدن التي ضمرت في المدن التي يقال أو قيل أن داعش يمثلها وخرج من رحمها وغيرها من الأقويل التي كانت مبررا وزريعة لتدمير والقضاء على هذه الحواضر تحديدا في الموصل وفي الرمادي وفي غيرها من المدن التي حسبت زورا وبهتانا على تنظيم داعش الإرهابي نرى أن النتائج التي حققها تنظيم داعش في أي مكان فيه هي تحقق أهداف ومصالح كل من يسعى ضد الدول العربية والإسلامية داعش تنظيم هش مخترق هو تم تكوينه وتأطيره وتسليحه أيضا من قبل قوى عالمية وإكليمية معينة وهي صفقات معلنة وغير معلنة من قبل العديد من الأطراف وعالم آخر لا ينتمي إلى عالم الميديا أو عالم الصحافة أو عالم المطروح والمعلنة ولكن هو عالم آخر للأسف هو يدير الكثير من التنظيمات التي ترتدي سوب الدين والمذهب وغيرها من النهاية وتستحوذ على عقول البصداء والأبياء لتحقق مصالح يعني يكفي أن نذكر المشاهد الكريم بأن قيادات تنظيم القاعدة في فترة من الفترات كانوا متواجدين في إيران وأسرهم وعائلتهم ومعسكرتهم بل وأحيانا تمويلهم أيضا تنظيم داعش المتواجد في إيران وهناك تمويل وهناك تدريب لتحقيق المصالح الإيرانية بأيدي أخرى ولا نريد أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا توظف تنظيم داعش وتركيا توظف تنظيم داعش وتخترقه وغيرها من الأسليم المحاصلة أن العراقيين وأي متابع دقيق لما يحدث يقتنع بأن هذه التنظيمات ليس لها هدف إلا القضاء على المجتمعات والدول التي تظهر فيها وتخرج منها والدليل حتى نكون منطقين لنعود إلى الوراء قليلا إبان مرحلة فترة الإخوان في مصر تحديدا يعني الجنر القاسمي سليماني زار القاهرة وهناك علاقات كانت إن مسألة ليست مسألة كما يروج لها البعض بأنه حريص على الديانة أو المذهب أو الضائفة ولكنها في النهاية تحقق مصالح نحن نتعامل مع حالة للأسف في كل أسف تحولت فيه المنطقة العربية إلى سحات للصراع وللاستنزاف من قبل الكثير من الأطراف الإقليمية والدولية وبمساعدة للأسف أيضا أطراف داخلية بوعي أو بدون وعي على حساب أمن ومستقبل هذه المنطقة صحيح بشكر هاي شكرا جزيلا أستاذ محمد الأنور نائب رئيس تحرير الأهرام والكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية على وجودك معنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لكم أيضا مشاهدين على متابعتنا في حلقة اليوم من المشهد إلى اللقاء شكرا